اشتركوا في القناة رئيس اللجنة الدول الاقتصادية هنا افريقيا المركزية جيل بيرتو فيرسيمو سواهد مقابلة اليوم مع رئيس الوكالة الوطنية لادارة الانتخابات احمد باشري في المقابلة الاستمرت زيادة من ساعدي هجو في الانتخابات الرئاسية هنا يوم 5 و 6 مايو ادريس جيد ادريس ومزيد من التفاصيل بعد خمسة يوم من اعلان هنا النتائج الانتخابية الرئاسية المؤقتة من قبل الوكالة الوطنية لادارة الانتخابات البيثة هنت المجموعة الاقتصادية لدول افريقيا المركزية الكان تابعت وراغبت العملية هنت الانتخابات اللي بتوصف النهاية هنت الفترة الانتقالية البيثة دي بتأكد بيكون الانتخابات الرئاسية بيقد بشفافية وحرية والرئيس هنالبيثة قيل بيرتو دابيات الكان جاه في العاصمة انجمينا لعشان يقابل الرئيس هنالوكالة الوطنية لادارة الانتخابات احمد باتشاريت وقال هم من رسلوا فريق مكون من 30 شخص لعشان يراقبوا العملية هنت الانتخابات الرئاسية ومن خلال الملاحظات والمراقبة دي قدروا اتحصلوا على نتائج كويسة وبمثل دا نقدر نعرفوا الواقع عشان دا المجموعة الاقتصادية لدول افريقيا المركزية دايرة شيف تشات بعد العملية الانتخابية تكون بعافي وسلام وبعد اللقاء مع الوكالة الوطنية ليدارة الانتخابات المعروفة باسم انج الرئيس جيل بيرتو يقابل الرئيس المجلس الدستوري انتظار ليعلنوا النتائج النهائية هنا يوم خمسة ويوم ستة مايو نعم إدريس بعد الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات الوفد هنا السياسي بقيادة هنا الانباسادة جيل بيرتو فرسيمو فات في المجلس الدستوري وقاب الرئيس المجلس الدستوري ماتر جان بيرنار قاداري وهجو تقريبا 30 دقيقة في اللجوه هنا المترشين الثلاثة اللجوه للمجلس الدستوري عشان قادين بارضو النتائج الانتخابات الرئاسية هنا يوم ستة مايو وقمان البيسة هنا المراقبة هنا الانتخابات الرئاسية المجموعة هنا المنظمات الخير هكومية هنا المنطقة السيدية شكرت التنظيم هنا الانتخابات الرئاسية البقات فيه الرئيس والشفافية محمد بدر الدين هو مزيد من التفاصيل خمسة يوم بعد الإيلان هنا النتائج الموقعة للانتخابات الرئاسية هنا يوم ستة مايو كان أعلانات الوكال الوطنية لإدارة الانتخابات البيسة هنا المراقبة البسموم أبسيرفاتير لمراقبة الانتخابات مجموعة هنا المنظمة لساحة المجموعة الاقتصادية لدول قرب أفريقيا كان قدموا تقرير هكوم النهائي هنا المراقبة وأكدت بكون الانتخابات دي مشت أديله وهره وكذلك بيغت في أجواء هادية وكتير من المواطنين مرغوا بكترة لأشان يشاركوا في الانتخابات وكذلك لاحظوا وجود هنا رجال الأمني الكانشال كل مسؤوليتهم في وقت الانتخابات وأيضا النتائج هنا سناديخ الاختراع بيغت بهضور هنا كل المناديب والدليجيات هنا المترشيهن البيسة هنا المراقبة الدولية هنا التجمع لمنظمة الساحة المجموعة الاقتصادية لدول قرب إفريقيا السدياوو بتشجي المترشيهن ليأكدوا من النتائج بطريقة قانونية ويطالبوا بهوار الصري والشامل بين المترشي الانتخابو وبين الفائلين السياسيين وده من أجل ترقية المصالحة والاستقرار السياسي في جاد وزير استصلاح الأراضي التمدن والسكن محمد السليك هلاته قم بواعد زيارة اليوم في النبي يمع رمضو سماح أشان يشيف التقدم هنا البنى هنا الدكان الألمي هنا وليه وأنجيلي عبدالعزيز محمد والتفاصيل معايا اثطافة الفنيين هنوية والمشاريع هنت اللى تنفيذ الوزير حنى استصلاح الأراضي والسكن والتمدن محمد السليك هلاته مشزار اللى خدمات هنت المباني والحواجس هنت العلمي في وليا وفي انجيلي عشان بلاحس أو بشيف بأينا اللى خدمات دي كملت ولا ما كملت الشركة البنات الدك والبيرو دو كنترول القائم با مسيزونكي كلهم بقولوا لنا يعني في سبع وعشرين كيلومتر مربع الدك كمل باقي بس ان شاء الله اثنين هاجات اللى السماء كملوها والدي يعني ما عندها عصرار في اليوم نقولوا نكسبوا الديك ونقولوا الديك ده ما بخلي الفيضان بتنطب بتبقى ده خلانا اليوم نوجو حنى ونقدروا نقولوا للمواطنين كالديك في البناء السواء ما بخلي الالمي ولا الامطار تجي تطلع بالعزيات وكان حتى حاجة من كده بتبقى الشركة السواء تشينين القادين يعني هما المستمرين في هذا الدك وانشاء الله يشوفوا شنو يقدروا يقدموا ونشر بكونا اربع هواجس او الديك هنالالمي قادين يبنوها في عاصمة انجمينة وطول حقه يساوي تلاتين كيلومتر وكلها كيه قيمة هنال مبلغ نبون حقها اتنين وعشرين مليار هنالفرانكة سيفا والمشروع هنالتقوية هنالانتاج الزرائي نظم يوم اشهر وارب مايو في انجمينة ورشة هنالتشاور في التجمو هنالتمكين الاقتصادي في البزورات وهدرفوقه بعد من الاضاء هنالمشروع والمهندسين الزرائيين ادرس جد ادرس ومزيد من التفاصيل شنو هي النوعية الاديلة من البذرة للانتاج الممتاز وللاجابة للسؤال ده يجتمع الخبراء الزراعيين في انجمينة ويطلب الحصات المتوقع لتحقيق الاكتفاع الغذائي والاختيار والمعرفة ولكن قبل كل شيء للوصول او يقدر يوصل للبذرة لازم يعرفوا البذرة للزراعة ومن ناحية المعايير هنالمشروع ده الهدف هناله هو التحسين العام المستدام لصعوبة الغذاء والتغذية ودخل الاسرة وساحمت لمدة هناله اربع سنة في تسهيل الوصول للصفات المداعفة هنالمنتج والمتعدد الاشكال والهدف هو الاكتفاع مع سياسة الجمهورية وبالنسبة للهدف المحدد للورشة العمل دي هو يشيل الافكار المختلفة بعين اعتبار من اجل يوثق عملية التجمع الزراعي على مستوى الوطني للمشروع اليوم يتم دعم المضاعفات ولكن الهدف النهاي يخليهم على اتصال مع مشغلين القطاع الخاص ومن هنين تجتمع المضاعفات او التجمع الخاص والزراعي وهو بس المفهوم الجديد الاتطلب مقاربة تشاركية وتشاورية دايما وستستمر ورشة العمل دي لمدة هناليومين ومن ناحية وجهة نظر المجتمع او المشتركة يتعلق بالتقاعد وده سيسمح للمشاركين بوضوح الاساس لشريك عام وخاص ومنتج بعد الالان عن البيع سي المرقته بكونه من يوم واحد شهر 6-2024 القرص هنا سنة 1902 ده ما بيشتغل الا القرص هنا سنة 2002 و2022 لكن الخرار ده شوش بعد من التشادين تفاصيل محمد بتر الدين القرص هنا البنك الگادين تشوفو ده بعض من الناس قادين برفضو وبقولو ما قادين يشولوه دم ولكن بالاكسي القرص ده شقال حتى في المجموعة الاقتصادية لدول افريقية المركزية السيماك واليوم الصباح فجر محمد جيسوف واحد من المواطنين اتفاجأ بزيادة بكونه ابو ما يشولي ليا القرص ده الابين هنالقرص ده ما باز في سوك حتى في الوبة الكرشيكولة كتير من الناس ما قادين بشولو وقادين برفضو وكانسالوهم ما يندوم اي مبررات البتخليهم ما يشولو الگرص ده من قائم والسكر وكانسالوهم ما يشطرح وكانسالوهم ما يشولو ومنوا تكلمنين كان المسيح تأتي最مожنا المعارض الكبيرة لأجد من هناك كفرات وتعالى الأجلال يتسلون اثناء وتعالى ثابتها تدعوني تدعون المساعدة والنجاح المساعدة التي تدعونها في شهر أفريل الفات البنك الدولي لإفريقيا المركزية البياسي أعلن رسميا بكون القرص المرك من سنة 1992 بطان مقايا يخدم وما يبدل في البنك وده ابتداء من شهر ستام عالفين أربا وعشرين وبسبب الإيلان دباس كتير من المواطنين خلبت لهم وبقى مشكلة للتشاديين اليوم قادي نيابو القرص الجديدة وفي الكومالة في إطار التعاون بين RTL chat وإنساف chat بيغد اليوم يوم 14 مايو هو دي حفلة إن استلام رسمي حنا سالة تنين مجهازة للليسيه تغنيك كوميرسيال والحادف انت المبادرة دي إشاركو في التطوير التكنولوجي انت المعلومات حنا الطلاب عبدالعزيز محمد ومزيد من التفاصيل بعد لسيه féminي وليسيه تغنيك كوميرسيال الدرجة للليسيه تغنيك كوميرسيال لعشان استلم سالة اتنين القانسوليهم صيانة وزوادوهم بميدات فنية حنا هاسوب ودا في إطار الاتفاقية وشراكة مع شركة RTL chat للإتصال الإنساف chat اتبروه بستين أردنتر واربع روتير حنا انترنت بدون هدود القانقات سموهم في سالة الاتنين الهدف من التبرو دا عشان ديرين يرفوه في مستوى حنا المعلومات الإلكترونية وكذلك تعليم هنالأردنتر للتلاميذ البقر في الليسيه الكلام دا أكده المدير الآم هنالشركة RTL chat محمود ديانا القال من خلال الميدات التلاميذ يقدر يطوروا معلوماتهم الرقمية ولا حسب التحقيقات الكنسوات اليونيسيف تلاتين فيلمية بس من الشباب الأمور من خمستاشر إلى أربا وشرين سنة همان ما يعرفوه خدمه هنالأردنتر عشان الخدمة هنالمايدات هنالحاسوب دي هم مهمة جدا مرة واحد دالا حسب الممثل هنالإنسيف هسان جبا البقول الإنسيف دايماً قادي تسأل خدمة التعليم وخاصة في مجالها الرقمي وهدي ممثلة هنالألف ولا التلاميذ هناللسيه تلنيكي هندس ريال قدوموا شكرم الهار بالميدات الكاليجيوها من الإنسيف هل تقدر تزايدون في قرأيتون تحية لا تحملها دبابة نارية ولا سفينة حوائية بل يحملها حضورنا في الثانوية الفنية التجارية أرحب بكم والثانوية الفنية تعزكم وتقول لكم حللتم أحلاً ونزلتم سهلاً وقفتم وطاب من شاءكم في شريفكم يشريفنا حضوركم في الثانويتنا العزيزة أشكركم على اختياركم لثانويتنا العزيزة ودعمكم المناسب لنا في هذا الوقت وشكراً لكم على هذه الحدية القيمة ونزكر بكون المشروع دا يواصل في أنطيين هنالميدات ما بس في داخل الأصمان جمينة ولكن في جميع الأراضي الوطنية هنالتشاد مشاهدين تشاد إنفو بالخبر داخل اسكملت نشريتنا هناليوم شكراً للمتابعة خليكم باقي باراميش هنالتشاد إنفو تي في اشتركوا في القناة